تتشابه المعاناة في الكثير من القرى الريفية فكما هو الحال في معظمها لا يختلف في قرية ساكن امطيري الواقعة في الناحية الشرقية من مديرية خنفر في محافظة أبيان التي يسكنها أكثر من 800 نسمة تمثل شريحة الأطفال أكبر الشرائح فيها أهالي هذه القرية يعانون من غياب أغلب الخدمات الضرورية كالصحة والتعليم بالإضافة إلى انعدام المياه الصالحة للشرب التي حلت بدلاً عنها مياه ملوثة كانت سبباً في انتشار بعض الأمراض وخصوصاً بين الأطفال الأمراض التي تحصل عندنا من البعوض حمضنك عندنا ما فيش إياه أن نزلت السلطة المحلية بالمامور المفروضة أعلم النزول إلى المنطقة والرش حق حمضنك هذا البعوض الذي منتشر عندنا بكثافة جداً في هذه القرية يجد الأطفال الصغار أنفسهم مجبرين على تكبد مشقة السير لأكثر من أربعة كيلومترات لأقرب مدرسة لمواصلة تعليمهم نظراً لافتقار قريتهم لأي منشأة تعليمية احتياجات المنطقة احتياجات كثيرة جداً فهي تفتغر إلى أبسط مقومات الحياة لا توجد لدينا أي بنية تحتية في هذه القرية نحتاج إلى مدرسة تستوعب أطفالنا وتحميهم من المسافات البعيدة التي يقطعونها وكذا يحصلون على تعليم يستفيدون منه غياب الاهتمام من قبل السلطة المحلية وفشلها في إيجاد حلول تكفل للمواطنين حياة كريمة ساهم في تفاقم معاناتهم مما يجعل السكان في هذه القرية وأغلب القرى المجاورة مهددين بالكثير من المخاطر أبرزها الأمية وانتشار الأوبئة